السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عدنا والعود أحمد حللنا أهلا ووطأنا سهلا إذن نعود من جديد خلال هذا المساء حتى نثبت الحضور دينا اليومي والتواجد اليومي بدون انقطاع بدون توقف ودائما أقربو لهم من حبل الوريد نرد على بعض اللي في بالكم لهم لك حل يضربهم لأنك جوج عيشورا لا يهمنا أمرهم الاتكاليين البعود لهم لك الذين يقتطون على دماء الآخرين لبارازيت لا يهمنا الأمر ديالهم ولكن انتظروا المفاجأة انتظروا الضربة القاضية قبل نهاية الموسم الدراسي إذن نحن دائما أوفياء مخلصين للرجال الأحرار وللنساء الحرائر المرأة بألف رجل البعارة الهم لك حل فليذهبوا إلى مزبالة التاريخ ولا يهمون أمرهم ولا رأيهم واللي بالي في المير من عطلوش قجاوج عيشورا سيروا قلولا قجاوج عيشورا محالكم أما نحن فكل ما يعني نهدف إليه أو نقصده أو نبتغيه فهو تحقيق الحق ديالنا قبل حق أي زلم من الأزلام الترقية لنا لا لغيرنا في وقت أن بعض الأزلام لا يستحقون ولكن في حق شي تيدو الشي لأن كنين من المتربسين السميرية الذين يستارقون السمع بغين غير يعرفوا إشكين خلي ولي كما تيقولوا حتى توصلك يعني الضربة القاضية فكين هناك من يتساءل وشكين سرية الجلسات وما سرية إلى سرية أشياء مغلقة محجوبة عن العموم إذن حال شي واحد بكري مني كانوا تيسدوا على في الدار وتيحجبوا ما يخلوا هاش تخرج باش ميشوف هاته شي واحد هاد الشي اللي بتبعى هاد الحكومة هاد الوزارة وطبعا بمساندة جميع النقابات باش نكونوا فاهمين جميع الأحزاب جميع النقابات المتعاقبة منذ 85 إلى الآن فهي مسؤولة على ما يحدث الآن وما يجري الآن باش منبقوش من الجوء ونبغو المسحو كل شيء في شخص عجل واحد فهذا لا يمكن لأن الأزلام تنعرفهم الهم القحال تنعرفهم وصوليين اتكاليين فهذه النقابات لن تخرج عن سابقتها فالأحزاب لن تخرج عن سابقتها نفس الأحزاب هي التي في 1996 قلب لبان بكل شيء وطاف قودروا حكومة تنعوا إلى غاية الآن باش يبقاوا يتنابوا ويديروا النويبة سيطالع شي نازل باش مي عيوش باش مي عيوش تيديروا النويبة في تنعوا وطبعا النقابات دراع وفي دراع نقابي للسياسي وبالتالي فسهلوا لهم المأمورية ولكن ليش فنا خلال هذه الولاية أن حكا لي تقول لك محسوبين عن المعارضة والنقابات ديالهم لما عنداش تمتليها ويعني ما عنداش التزامات لا مع الحكومة ولا مع الوزارة وخاصة تكون في الشارع وتسطف إلى جانب الشغيلة تنشوفوا هذيك دار بطم ما كينيش بحلا ما كينتشي حكا إذن هادو كل باقي انتزارتوه اللي وقعوا وباقي انتزارتوه وتخرجوا تاني دابا يبغوا يبروا شي أشياء فسيروا لعبوا غيرها أمور را تكشفات وكل شي وضح وبين وهاتو مشتو حتى البعض ولا فقدوا الطيقة في كل شي لا في حكومات ولا في نقابات كيني للبعض اللي ولا قال لك احنا ما خاصنا لبرلمان لا السياسيين لا نقابات خاصنا غير خمسة عشر واحد ونقادوا الأمور ديالنا إذن الأمور احنا عارفين ما بغداش ندخلوه في ذاك الجانب السياسي لأن هادو كل الهم لك حل ما يقدرش يديروها بنا احنا ما غيجوش يفهمونا ووهمونا بأن أخ نوش بوحده هو اللي مسؤول على هادشي في حين احنا رفاليين ناموسا وغير من الفين وستاش شكون ليوصل أخ نوش باش يكون في الفين وواحد وعشرين وإحنا عارفينه من يقال لي بن كيران ما قولته الشهيرة من يقال أخ نوش للبن كيران راني غادي نكون في المحطة دي الفين وواحد وعشرين بدأت يتهكم وضحكته القهطة هادي يالو وال المريدين يصفقون قال لي شكون الشوافة اللي قالت هالي وخرجت أنا فيديوهات ارجعوها للتاريخ قلت لي راذا بتشوفو الشوافة اللي قالت هالي وفعلا كان في الفين وواحد وعشرين وللإشارة والفيديوهات باقة للتاريخ الزيادات كانت من هذيك الوقت ديال الانتخابات ديال شو التنبير الفين وواحد وعشرين وخرجنا بفيديوهات وقلنا راكين زيادات وذك شيء ولكن من هذا ما اني تكون تهين ضربت الطواجن الزرقالاف واللحم بالبرقالاف الأسماء يعني الودنين ديالو تيتصمكو ما تيبقاشي اسماء تيولي غتي يشم وتيلمس ها قط اذا ما تجوش تفهمونا وتوهمونا بانا بن كيران يعني اخ نوش هو اللي مسؤول على كل شيء هاد الاوضاع اللي تداروا هاد الهم فاحنا عرف اهمين وعارفي البير اغطاه واللي عندو شي حساب ما اخ نوش يمسي صفي معاه بعيد على هاد المسائل لانا باش تخاطب شخص بس تخاطب الصيفة ديالو الصيفة هو رئيس الحكومة المغربية لكن عندك شي مشكلة مع اخ نوش اشتير فرقها مع اخ نوش شخص اما اخ نوش بالصيفة ديالو فهو رئيس الحكومة خلونا خلونا ندوره 120 لانا حتى بن كيران بن كيران في 2016 لا هو ولا شابات قدموا قدموا خدمة لا جذلك بن كيران لانا قدم خدمة هو شابات خدمة جليلة لاخ نوش وتخلصوا من الياس العمري اللي هو كان المنافس ديال اخ نوش وكان في اعلان الياس العمري هو اللي كان خير يكون في المحطة ديال 2016 تخلصوا منه وهو يدير له نوت نوت اخ نوش دار له نوت نوت هذيك الشي باش بقاتليه نعم دار له البلوكاج اللي احو وهو لاح لي الياس العمري اذا الان وراكش مشتو حتى الخدمات اللي قدموا وستورة قدموا لي مثلا المستشارين وحتى وحتى في 2016 من الدار البلوكاج وكان بغاء العتماني وكان الرامي وبن كيران قالها بنفسه وقال لك أنه الأزامي يعني اختارنا باش يعني رشحنا ووقفنا مع العتماني لأنه رجل متازين وممكن يعني تدير معه الضبطه إلى آخره اللي كان في يعني بالمنافس اللي كان في يتنافس مع مع داك مع الأستاذ الرامي قال لك الرامي ما تقدرش يعني بعض الأحيان ما تقدرش تحكم فيه ما تقدرش الضبطه إلى آخره ولكن العتماني راي ضبطه وفعلاً دوز ولاية مضبوطة إلى آخره وحتى ركشتو كيفاش تاني عاود رجع باش يتحكم تاني في الحزب وفي الحكومة ويكون بارشو إلى آخره وكلهم ركشتو الأحزاب كاملين الأمنا العامين كلهم رجعوا كلهم ديرين ما تقعوش جتمرضوا لنا في دماغنا تقولوا لنا خنوش واحدين دركوا يالله يبانوا معمرهم ما عرض فين كانوا يالله يبانوا عندهم شيء أسياء أخرى جو شاهدين في أخنوش حين دركوا الناس كلهم ضرورين وكلهم في داك خلصهم يمسحوا في أخنوش واحدين دخوا راين داخلين عندهم أغراض أخرى جيين تي قال لكم ما خلصوا لأحزاب لهم كل سير عاود الخبازات يالله الضروق مئة وعشرين إحنا أوصلنا عشرات دقيق هيدا نخلوا هادي دي دقة لمراك شيء هادي الأخنوش ولا ماشي مشكة اللي نمر إلى بعض الكعبيين الزغبيين الهم الكحال اللي يضربهم ايش تيقول لي تيقول لي وعلى أشياء بانت علاش واحدين قال لك دل ضحايا النظامي وقال لك للأسف الشديد قال لك احنا بتنشوفوك تتحضر على الدكاتيرا وعلى الزينزانة عشرة وما هدرتش علينا وصير عاود الخبازة صير عاود الخديجة صير قلب على رأسك تانا مسؤول على الهم الكحال ديالك انا واعود بالله من قلت انا دوك الاتكاليين دوك الوصوليين دون زني زني الغماقة فليدهبون من زبلة التاريخ انا لست هنا من اجل نقل الاخبار انا ماشي قناة ديال الاخبار ولا يعني اقدم وصالات اخبارية نهائيا قناة نوضح نسفح نعري نكشف الهم الكحال تضينا الهاضرة واللي دخلي في المير نفرش خوم ما كين غا تفرشي خا ما كين تشي اشكال نعره بالقانون وبالتوضيح المميل واحنا نقررهم يكون عنده سبعين دكتورا نقرره ما فيها حتى شي اشكال اذا احنا متى نقلوش الاخبار هنا لا بغيت الاخبار لكن قناة ديال الاخبار اخبار عالمية تجيب الاخبار بغيت الاخبار سنقلب عليها انا لا انقل الاخبار هنا وحتى ان بالنسبة هذا الملفات اللي غادي تكون والتفاقات اللي دارها نشوف احنا على القطاع لانه كان حوار قطاعي اجتماعي في 14 يناير وكان حوار قطاعي في 18 يناير اللي هو جد اكيد ان بن موسى غادي ينزل هذه الاتفاقات لتوافق عليها لان الجلسات مع بن موسى ومع النقابات يعني الان من كل اللجنة تشاركية ما عمرها وقفت بخلاف ان اللجنة ديال صياغة النظام الاساسي اللي انطلقت في شتين بير حتى نهاية دو جن بير وكان النظام الاساسي جاهزا النصوص تنظيمية جاهزة والمراسيم التطبيقية جاهزة والقرارات الى اخير كان كل شي جاهز نهاية ومسائل رسمية قد قول لي يكذب هلاذك تيقول لي ومسائل كاذبة وكاذبة رانتم مال قلتوها وكين المسائل الرسمية قلتها لكذبتو رانتم مال كذبتو لك حقيقية رانتم ما قلتوها فضينا الهضرة رام مكين غيز ينغيز لك مكين غا دور مية وعشرين ومكين غال دين ما يفيد ايو الزلالم لعبوا غيرها مع الخبور حنا رادابطينكم مزيين ان تكوين ديان الشباب ديان افنينا وفي لزونج السود وفي المناطق النائية وبر المغرب لما تقدرش دور فيها تقدرش تقلس فيها عشرة دقيق قلسنا فيها نصن بيان ستاجي الهم لك هل يضرب اذن هدك اللجنة ديالسيغات النظام الاساسي كانوا النقابات بنفسهم ولدين ما يفيد بغوا يدخلو ما بغاش اللجنة المشترى اللجنة تقنية لصياغة النظام الاساسي ما بغاش النقابات يدخلو وبقات غادي تدقون بالصياغة النظام الاساسي علاش ما خلتهم يدخلو لان في 29 شو تنبير ما بغاش يوقعوا على المبادئ المؤطرة للنظام الاساسي اذن ميني وقعوا المبادئ المؤطرة النظام الاساسي في 14 يناير ويعطوا الموافقة شيك ابلو الى بن موسى والى الحكومة انا داك قالوا اليوم ما كان تشيباس را غادي نديرو لجنة مشتركة وغا تولو تتشاركوا فيها ومن ثم الى الان دائما كانوا تشاركوا النقابات الى جانبي اللجنة اللجان الادارية من اجل التدقيق فقط في المراسيم التسبيقية اللي قلنا لكم وقلنا بانها كلها تتعلق فقط بالتنزيل المشروع المرسوم المشاريع المراسيم ذات الصلة باصلاح المنظومة التعليمية والمشروع المرسوم دي النظام الاساسي كل شي اللي هم تغيز كل شي مشا ودائما هما ديرين السرية علاش لانهم مبغوش يعلن على اشياء ان تبدو لكم تسؤكم خصوصا ضحايا النظامين الحلول ولا الزنزانة العاشرة ولا الهم الكهل ولا الدكاطرة بنفسهم ولا حامل الشهادات ولا الهم الكهل لن يكون بدك الشي اللي في التصور ديك فلعلمكم هدك الشي اللي تيروجه بعد النقابي انت يقول لكم مسؤول نقابي تبغي يدفع لك الغولة يقول لك اه مسؤول نقابي زمع كرة عنده المصداقية فكل نقابة تصوت على نواج تعلق كوبالتها ودك شي اللي تبغي تروج هذا شي اللي هي ديرها في الاقتراح في الاقتراح ديالها اللي ديرينها حسب التصور ديال القواعد ديالها لأن ركالين التي خلطوا بين المسؤولية النقابية وداء وقينين داخل اللي جانتونائية المركزية وامام الطان وفي نفس الوقت هذه مش تظهروا من مصالح وفي نفس الوقت تتلقى كاتب وطني ديال هيئة من الهيئات إذن هادا وتجو خرجو لنا النقابة تقول لك نضعف العمل النقابي التنصيقيات وانتم اللي تديروا وانتم اللي تتفرخوها القواعد الكبيرة الهم المهمة عندكم تتلقى كاتب عام كين كاتب وطني في تنصيقية ولا في هيئة ولا في اللي هملك حلولة في الجمعية وتلقى داخل اللي جانتونائية تيهضر تيدافع يدافع على رأسه وغير دير التوجه اللي بغى هو بحال كما دارو في هات التوجهات اللي بغى يديروها في الدكاترة وكل واحد يدفعه نحو التصور دياله ويقول لي هاد شي اللي غادي يكون هاد شي اللي غادي يكون الهملك حل لا يضربكم اللي غادي يكون بالنسبة الدكاترة القطاع راح نفصلنا فيه وما زال غادي تزيد ونفصله فيه المبارا والبقاء وللأصلح للأصلح بعيدا على الزبو الزبونياء والانتماءات الهملك الأمور ترجح إلى النصاب دياله إلى المسار الصحيح دياله دراجة ممتازة ولا دراجة الهملك هل كي اللي دا تحلم هاب تسحب الدراجة الممتازة حاجة كتير الدراجة الممتازة الناس رادار بين 700 ألف سنة ولا متصرف رادار بين 700 ألف سنة تنعود نهضر على هذا شي إذن نبقى وغير في ذلك إذن هاد الآن ولو النقابة تدخل سرية مرية عارفين إجديرين وعارفين أنه هذيك الشلي غادي خرج ما غادي يكونش ما غادي يعجبش الجامع ومزمع كين باغين تايقضوا غارادهم ويخرجوا ذك الشلي و إذن هنا أشتري ماذا نستنتيج نستنتيج بأن في شهر ليفات كما شفته خلال رمضان كامل راجبوا لكم ذيك القادية وعلنت على الوزارة بنفس اللي معمرة خرجت تعلم باش ناعسكم في الأسل يناعسوكم أي ناعسوكم يمغطوكم خلوكم ناعسي ناعسوكم شهر تفات رمضان جابوا لكم اللي جاء الطرقية بالاختيار 2021 العقاد اللي جاء نتون ناعية نهار بنهار وتبقاوا غادي نغا عمع عمع اللوائح كل نجاح كل نجاح كل ما داش إلى آخر يتكمل رمضان وقلت هليكم بمجرد كمال رمضان جاء وقاد وطرح مشاء قلنا لكم رمك ينتح حاجة لأن المراسيم لأن الملف اللي غادي يدوز بمراسيم كين اللي غادي يدوز بمفاد أي حاجة عندها آطار الرجع غدو خصم مرسوم ما كينينش كين غال مرسوم لديل إصلاح المنظوم التعليمية ومشروع المرسوم المشاريع المرسوم كلهم ومشروع المرسوم دير النظام الأساس يو كين تدقيق فقط التدقيق مو كين تش همك حال غادي يد الآن نهار جاء نهار 24 أبريل لك الشي اللي قلنا راه هو اللي أكدو هو اللي كان وجاء دار وطين واحد برمجة زمانية يعني واحد بروغرام اللي قلت لكم باش يبدأ خلال ماي باش عاو داي يبقوا غادي سار حين كم تاني في ماي يرقب بق زقب الزقب 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 حتى يكمل الآن ومارا كل شي يكمل والآن ها هم هدرك النهار تسعود عشرة 11 هقل لكم كينين وقلت لكم مرا كينة مكتفرة قلت اش حال هذي وغادي يبقوا وغادي يزقل لفوق هم الآن رات يجد دغا في هذي المذكرات في هذي المرسلات في هذي المباراية في هذي الهم لكحل اللي يضربهم لأن اللوائح والمسائل كيفاش دارت وكيفاش تغيزت رات غيزت قرن وزمارة العام اللي فات 2022 تغيز دك بالكل و2022 شو تنبير دارت البروغراماسيون المالية ميلي فات اللي غدوز في 23 وفي 24 وفي 25 والعم لكحل يضربهم كل شي دار شو عدين تيجي تقول لي أتعذر لي على هذي واتو مطال لايك متى تديرو يلهم لكحل ولايك متى تقدر تديرو أنا نمشو نضربوا تامرة ونديرو ونتنقلوا ونديرو انت جاي قالس لي مسد لي العتبة وقالس تقول لي أنا توجه نيش ندير وانا نتنوجه راس يصير اللي بغي يوجه مشي وجه اللي هم لكحل اللي ديرو في عنقو ولا اللي ديرها في عنقو جايش أنا عندي أنا نتجير الله ما نعقل عليكم تحمل نحرط مع اللي هم لكحل ديالكم لأكبر لأن أقجاوج عاي شورة بالنسبة لي إينا وقجاوج عاي شورة اللي هم لكحل ما في كون أوك اللي ما تستهلش تنح الرجال فوق روسنا الشميت ما 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 تصوق ش اللي هم لكحل نتفرج مع يما وما ما نعقل ش عليهم وما يقدرو ش علينا ما يقدرو ش يمشو مع نهائيا إذن إذن الآن غادي يمشو غادي بقو سارحين بنا دا إحنا المسائر التصور ديال جميع اللي 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 لفات عدنا هنا عرف يعني المبادئ الأساسية ديالي اللي عندي تنأمل بها أنا لست هنا من أجل إطارة البلبلة نهائيا ميمكش لي أنا نقول شي حاجة باش نتير البلبلة نهائيا هذه ماشي من العادة ديالي وماشي من الشيام ديالي باش أنا نقضي بأشياء لها تكون فيها بلبلة وتضيع الزمن المدرسي ديالتلمين خصوصا نحن مقبيلين على الامتحانات إذن الواجيب لخصهم يكونوا متواصلوا مع الشغيل ويكونوا أقرب إليهم ويمدهم بالمعلومة رغم النقابات لن أعمل بدل النقابات رغم أنني متدرر من هذه النقابات ورغم أنني متدرر من الإدارة ومن المصالح الإدارية ولكن مصلحة هذا التلاميذ هي اللي تتهمنا ولن أبتر البلبلة وعلى العموم أن كل شيء سيتم الإعلان عنه نهاية هذه يعني الموسم الدراسي نهاية الموسم الدراسي سيكون كل شيء بين وواضح ويتم الإعلان عنه أما نحن في هذه القناة فنحن نبين نوضح نعري ونقف الند بالند أمام أي تجاوز أي فئة تنشوفها أنها تتعرض للظلم والحيف فأنا دائما إلى جانبها أما البعارة لي أصحاب النضال بالواكالة لي تيقول لك حتى تتمير ونجنوها وشي واحدين تيقول لك أنا ما عادت هاشي شوق وعادت تيدوزو رح ندوزو وما مسوق شو تلقاه هو اللول يسول تلقاه هو اللول يكتب في الكومنت تلقاه هو اللول مادي دي هال الاتكاليين وهو معلاش أنا راك سنقول لكم أنا عافي حق شي تيدو شي في حق شي تيدو شي في حق الرجال تيدوزو الرعاوين وفي حق العيالات الفحلات تيدوزو البعارة نرى مني كنا نصول ونجول في العيون وفي قلمهم وبر المغرب هذا را كانت خنونتم دلي يلي حتى الركب التوق كلي خنونتم دلي يلي تحت تلح دار ركب التوق والمغرب تلقي الناس والآن شو الكازا والله شي بالله يسمى يقدرو يدخلوا ليه شو معاهم وما يقدرو وش يمشو بديتخلعو لم لك حلي الرجولة الرجولة را ما شي قال لك الرجولة منذ الطوفولة الرجولة ورا منذ الطوفولة ما شي غد جي غد كور راجل وانت كبرت في في حجر ديال ديال هينق هينق يا هينق وش لي كبر في حجر هينق عمره غايكو الراجل عمره يشوف الرجولة يلا دور مئة وعشرين سمحوا لنا إخواني آخواتي على هذه المداخلة اليومية في يعني ديروا الجيمات وكتروا اللايكات وبرتاجوا حتى تعمل فإذا فالرجال دائما تكونوا معنا الرعاوين ديما معا الهرنانا لالامنانا ودور مئة وعشرين ترجمة نانسي قنقر